من ضمن الاسئلة هل خريجي اقتصاد وعلمس ياسين فهي تشتغل في الخارج مثل الخليج قسم اقتصاد او احصى واي الاقسام اللي تخليك تشتغل بالخارج مفيش حاجة اسمها ايه الاقسام اللي بتشتغل في الخارج وايه الاقسام اللي مش بتشتغل في الخارج ده بيشتغل وده بيشتغل وده بيشتغل وده بيشتغل الناس عادة في منطقة الخليج في الوقت الحالي بيشغلوا ناس اكثر خبرة من الجونيور الجونيور عليها منافسة جديدة جدا. الناس اللي هي لسه مبتدئين او لسه بيبدأوا في المجال. فنصيحة ندخل المجال احنا حابين. هل الاقتصاد بيطلب مطلوب الاحصى مطلوب جدا في السوق. سواء هشتغلوا في المجال دي. انا لسه او تحليل البيانات او الحاجات بها في شركات التأمين بيشتغلوا حاجة اسمها اكتواري. لا مطلوبين في الارية او المنطقة دي. وعليهم طلبوا الشطر فيهم ما شاء الله بيعدوا. اه دي احاجات اللي انت ممكن تشتغل عليها. لكن انا شخصيا ما بحبش الاحصى. لما دخلت اكتشفت ان انا مريع فيها. فهل ده معنا ان هشتغل في الخارج وهنجح فيها? مش شرطة خالص تماما. فنصيحتي نحاول ان احنا نركز على هذا الموضوع. هيكون الدنيا بالنسبالك اوضح. وانسب باذن الله. ادخل المجال او القسم اللي انت بتحبه. هيساعدك في هذا الموضوع. وربنا وفاك واكتبلك كل خير باذن الله.